نرجع من المغرب للقاهرة ونروح نشوف الجماهير المصرية المتواجدة من بدري لمشاهدة المباراة والتحليلات الكثيرة اللي بتكون في كل القنوات الرياضية والغير رياضية الحقيقة على هذه المباراة معنا زميلنا محمد رياض محمد فين؟ موجود في أحد المقاهي محمد مساء الخير زك يا محمد قولي إيه الوضع عندك الناس بتستعد إزاي ودي حضور كبير علشان الناس تتابع الموضوع بالفعل إمان أنا بتواجد الآن من أحد المقاهي في مدينة نصر أعداد كبيرة جدا من الجماهير اللي بيتوافدوا على كافة المقاهي هنا المكان هنا يمكن قبل ساعة من المباراة الأكتر من حوالي 250 مكان محجوز لمشاهدة المباراة النهائية بين الأهل والوداد المغربي الحقيقة فيه اهتمام كبير جدا من كافة الجماهير والمشجعي النادي الأهلي حتى من كافة المشجعين من الأندية الأخرى جايين ليؤذروا النادي الأهلي في المباراة النهائية الحقيقة لما استطلعنا رأي المشجعين ورأي الجمهور اللي جايين يتابعوا المباراة ايمان الكل اكد ان ان شاء الله النادي الأهلي هيفوزوا النهاردة رغم ان كلهم قالوا ان المباراة مش هتكون سهلة خاصة ان في عدد كبير جدا من الجماهير المغربية هتكون موجودة لكنهم وثقين في النادي الأهلي لانه دايما النادي الأهلي لعب في مباريات كبيرة واكتر من خمسين وستين الف متفرج وتمكن ان هو يفوز ويحصل على العديد من البطولات ايضا الجماهير هنا كلها بتتمنى ان النادي الأهلي ان شاء الله النهاردة انها هتكسب المباراة وكلهم وصقين في اداء اللعيبة اللي بيلعبوا باداء رجولي وحاسين ان ان شاء الله النادي الأهلي هيجيب جوان النهاردة وهيرجع بالبطولة ليضيف البطولة رقم 11 وياخد بالثقر من فريق الوداد المغربي اللي فاز بالبطولة اللي عام الماضي على حساب النادي الأهلي الحقيقة ايمان يمكن قبل ساعة لحتى هذه اللحظة الكافية مليان وفي انتظار المزيد من المشجعي النادي الأهلي اللي هنلاقي الكافية مليان على اخره لتشجيع النادي الأهلي ان شاء الله ويرجع بالبطولة النهاردة باذن الله هرجع لك تاني يا محمد يعني بعد قليل احنا هنبدل متابعين لغاية بدء المباراة اللي هتكتبين ان شاء الله في تمام الساعة العشرة بتوقيت القاهرة بشكرك شكرا جزيلا محمد رياض كان موجود في احد المقاهي في مدينة ناصر هرجع تاني للمغرب لمتابعة مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي معانا الاستاذ محمد ريدا بوخوتة الصحفي الرياضي من المغرب اهلا بحضرتك هنروح كده كده المغرب بعد قليل علشان نتطمن على الاستعدادات الخاصة ببدء المباراة وزي ما سمعنا من شوية من زملتنا نورهان طمان صحفية الرياضية في اليوم السابع الموجودة هناك وقالت لنا ان فيه توافد كبير جدا جدا من جمهور نادي الوداد المغربي وده طبيعي لان المباراة بتقام على ارضه وزي ما قلت الحراكة هذه المباراة هامة جدا 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 في حالة الفوز او حتى التعادل هيرجع ان شاء الله النادي الاهلي بالبطولة الرقم 11 في تاريخه على ما يجيز تليفون المغرب خلينا نفضل في القاهرة ونروح مركز شباب الجزيرة معنا من هناك زملتنا الشريهان حسن يا الشريهان مساء الخير مساء الخير عليك يا ايمان وعلى كل مشاهدي مساء ديامسي احنا هنا بنتابع مع بعض دوري ابطال افريقيا من مركز شباب الجزيرة زي ما انت شايف يا ايمان في عشرات الاسر هنا موجودة كل الناس بتتابع لنهاء النهاردة وبتدعي لنادي الان انا شايف وراكي زحمة كبيرة جدا 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 يا الشريهان ده واضح انه يعني الناس كلها تعليما مصر كلها هنا مصر كلها موجودة مصر كلها موجودة كمان يا ايمان احنا ممكن فيه هنا سيدات بسيطة جدا عمرها بتجاوز ستين والسبعين سنة موجودة وفيه اطفال صغيرة زي ما قلت هنا اصر كاملة جايين بالاكل والشرب كلهم قاعدين مستنيين يشاهدوا مبارات الاهل النهاردة والناس كلها بتدعي وفيه كمان اللي اكتشفته حاجة حلوة جدا فيه بعض من جماهير نادي الزمالك عملين يقولن النهاردة يا رب الفوز لنادي الاهل لانه بيلعب باسم مصر النهاردة اتكلمتي مع الناس يا شريهان يعني انتي بتقوليني ناس كلها موجودة ممودين من بدري ولما اتكلمتي معهم ايه توقعاتهم ايه بيتكلموا في ايه منتظرين ايه ان شاء الله من اللاعبين في هذه المبارات كل الناس نهاردة متوقعين تلت اهداف لنادي الاهل مقابل سفر لنادي الوداد ان شاء الله علشان يحقق الفوز ويكسب ليه المرة الحداشر بإذن الله لان نادي الاهل تتوج عشر مرات في هنا الناس جاية من شبرة وجاين من اماكن بعيدة جدا حتى لما اتكلمت مع سيدات بسيطة جدا فبتقول لي يا رب الاهل يكسب لا ليه الاهل يكسب وقعت لشان مصر كلها تفرح النهاردة الاطفال كلها قاعدة عمالة بتقول يا رب الاهل يكسب وكل الناس متفقلة جدا في ناس هنا موجودة من الساعة وحدة دهر جوم قضي اليوم هنا في مركز الشباب وقاعدين حتى نهاية المباراة ابطال وان شاء الله يعني ان شاء الله رواحهم مقصوصين بشكرك يا شريهان وهرجعلك تاني قبل ما المباراة تبدأ على طول هرجعلك تقول لي كمان الاجواء عاملة ازاي في اخر بقى 15 دقيق كده قبل ما المباراة تبتدي شكرا شريهان حسم من مركز شباب الجزيرة